بيشرفنا الآن زميل عزيز محمد الباز محل الأرقام لتحليل أرقام مباراة اليوم مرسال خير يا محمد و ألف مبروك مرسال خير يا كابتن نايمي مرسال خير يا عكباتن مليوم مبروك يعني كل مرة دايما إن شاء الله نبرك لكم على طول ونبرك لبعض بفوز وإنجاز جديد للنادي الأهلي كالعادة يعني مبروك يا باد مبروك كابتن شريف ألف ألف وبروك النهاردة طبعا زي ما كنا بنقولي الأهلي دايما بيكتب بقية أرقام و أرقام و أرقام خلاص الأرقام يعني ما يعني خلاص يعني مش عارفين نقول إيه تاني هل الأرقام تطارد الأهلي أو الأهلي يطارد الأرقام دايما الأرقام مع النادي الأهلي في مكان تاني و دايما فيه فجوة كبيرة ما بينه ما بين كل المنافسين الأرقام هايزك تحطامها آه يعني خلاص احنا دلوقتي الأهلي بيحطم كل يوم أرقام ويكتب أو يكتب أرقام ويصعب الدنيا طبعا مزبوط على كل المنافسين النهاردة زي ما كنا بنقول دايما الأهلي في ظل الإنجازات الكبيرة والأرقام الكبيرة دايما بيخلق دوافع جديدة علشان يعني يبقى فيه موتيفيشن أكتر وفيه عند اللاعبين طموحات أكبر لتحقيق إنجازات أكبر كنا بنقول قبل اللقاء النهاردة قد يستطيع مرسل كولر طبعا تحقيق هاتريك في بطولة السوبر والهاتريك في بطولة السوبر ورابعة ثلاث مرات ورابعة يعني في آخر ثلاث نسخ لمرسل كولر عمالها طبعا مستر مانو الجوزي يعني كنا بنتكلم في يعني في تقريبا أربع مرات ورابعة يعني هو تلوقتي صاحب تاني إنجاز مرسل كولر ثلاث مرات ورابعة ودي أول حاجة بالنسبة لده إنجاز جديد مودست بالمناسبة بالهدف اللي جابه كنت حضرتها قلت لي أخبار أرقام مودست إيه أنا عايز أتكلم بس على موسم 2020-2021 مع كولن لما كان مودست إيه كان الإكس جي للأهداف للفريق كولن من الدربات الرأسية كان المفروض يحرزوا 11 هدف الفريق جاب 12 هدف بالرأس منهم 10 بس المودست يعني جاب 178 هدف في تاريخه 60% منهم بالرأس وده اللي احنا شفناه نهارده وده مودست يعني ده سريعا عنه النهارده طبعا فيوتشر تضم لضحايا طبعا الفرأ المصرية في السوبة زي ما احنا عارفين للأهلي طبعا النهارده 14 لقب فيه 6 على حساب الزمالك 3 أمبي بعد كده بقى لقب بيرامد اسماعيلي حرس المصر ونهارده فيوتشر قبل ما نخش في ايه تفاصيل كابتن ايمان ممكن نبص سريعا على ارقام المباراة النهارده عشان نقف على بعض الملاحظات وندعمها برضو ببعض الحالات من الملعب النهارده طبعا فوزنا 4-2 الانزارات 3 انزارات مقابل 3 انزارات 3 انزارات صفرة طبعا الاخطاء النهارده فيه 15 فاول او خطأ ضد الاهلي و 17 ضد فيوتشر الركنيات 5 مقابل 3 ركنيات لفيوتشر تسلل واحد للنادي الاهلي و 2 تسلل واحد فيهم ملعب فيوتشر التزديدات النهارده كان فيه 20 تزديده للنادي الاهلي 10 منهم اون تارجت يعني بنسبة 50% بالنسبة لفيوتشر كان فيه عدد تزديدات برضو 18 منهم 4 اون تارجت بنسبة 22% الاهداف المتوقعة الـ XG بالنسبة لأهلي طبعا قد يتخطط 3 اهداف ويحرز اكتر من 3 اهداف النهارده بالنسبة لفيوتشر ايضا قد يصل الى هدفين وده اللي حصل يعني الفرص الاهلي طبعا كان عندنا 18 فرصة بالنسبة مقابل 14 فرصة لفيوتشر الاستحواز وصل ل61% مقابل 39% لفيوتشر الاستحواز حتى بالدقاء كانت معظم الدقاء المباراة الكرة في رجل لعبتنا بـ 36 دقيقة مقابل 24 دقيقة لفيوتشر التمريرات كالعادة النهارده بقى الاهلي تخطى التمريرات برقم كده كياسي كل مرة بنشوفها مع حضراتكم فوق الـ 500 ده كان اعلى رقم النهارده وصلنا لرقم كبير جدا فوق الـ 81 تمرير 672 صحيحة دقة 86% فيوتشر برضو لان طبعا كم نتكلم في 120 دقيقة بس انت تتكلم بالزبط مزبوط يعني فطبعا عدد تمريرات كان كبير جدا هيزيد هيزيد بوداء ده طبيعي بالنسبة للفيوتشر زي ما قلنا 528 416 صحيحة 79% دقة بتاعتهم الشورت باصس شفنا النهارده عدد كبير جدا للنادي الاهلي في الشورت باصس وحنعرض حتى 639 صحيحة من 713 بدقة طبعا كتعالية جدا 90% هناك عند فيوتشر 447 منهم 382 تمريرة شورت تاس او التمريرة قصيرة بشكل صحيح بدقة 85% الاهلي كبعا متفوق في دقة التمريرات حتى التمريرات الطولية 48 منهم 28 صحيحة للنادي الاهلي بالنسبة 58% اما عند فيوتشر عمله 66 تمريرا نهارده طولية ودي كنا بنتكلم مع حضرتك ابل اللقاء ده من اهم النقاط القوة اللي كانوا بلعبوا عليها 29 منهم صحيحة بدقة 44% الكروسات العرضيات نهارده 20 منهم 5 صحيحة للنادي الاهلي بنسبة 25% والاول مرة نقدر نقول يعني استفدنا من الكرات العرضية او كروس الهدف بتاعه جبنا جول من كهرباء كمان وكول جول من كهرباء الضبط فحنا يعني والتانية بتاع تعليم عنهول لمودس لمودس 2 اسست نفس الشكل من العرضيات وده النهارده كان استفادة كبيرة جدا عكس المباريات السابقة وده حاجة ايجابية 15 عرضية لفيوتشر منهم 5 صحيحة بنسبة 33% دريبلينج النهارده كان عالي جدا عند النادي الاهلي 19 منهم 10 بشكل صحيح بنسبة 53% عند فيوتشر 13 منهم بس 8 بشكل صحيح وكانت نسبة طبعا عالي عشان الرقم 62% دي كده ارقام المباراة النهارده بقى طبعا مروان نعطيه هو رجل المباراة ولكن افضل ارقام في المباراة النهارده كترح كلها العلي معلول افضل ارقام بالسكور في كل حاجة يعني لو هنستعرض مع بعض ارقام عالي معلول هنقف عند الاسست هنقف عند التمريرات المفتاحية ده سريعا عشان ما نطولش يعني نتكلم عن التمريرات المفتاحية عمل اربعة النهارده عمل اتنين اسست الجم منهم الاهداف عمل عرضيات يعني ايجابية جدا من اربعة منهم اتنين صحيحة تمريراته كانت من اكتر التمريرات حتى الصناعات الدفاعية او التمريرات الطولية عمل شغلة صناعة فرص محققة طبعا كان اتنين حتى لو هنوري فيه خريطة كده حرارية بتورينا الاختراقات كانت من ناحية الشمال من ناحية عالي معلول بنسبة كبيرة جدا ارقام كانت قياسية العالي معلول حتى الهيتما بالخريطة الحرارية بتورينا تحركاته بشكل كبير جدا كانت في المعب في فيديوهين نهارده من المباراة بتورينا في ديئة تلاتين مثلا وديئة تلاتة وتلاتين كابتن ايمن كان عدد كاميرات كتيرة جدا حتى الهدف اللي صالح النادي الاهلي كان فيه لو فضلنا نعد التمريرات بس يعني مثلا نبص اول حالة مع بعض عدد تمريرات شورت باصس اللي كنا بنعرضها دلوقتي كنا بنقول لحضرتك يعني وصلنا الرقم كياسي يعني فيه تمريرات كتيرة جدا نحن معدنهاش من الاول ولكن نشوف النهارده الدقة في تمريرات شورت باصس اللي عيبة بتفتح زوايا تمرير الكرة بتروح بشكل مزبوط وسليم جدا للعب يعني دي حالة شوف كابتن ايمن شوف كابتن يعني دي اللي ضاعت عدد تمريرات كبيرة جدا دقيقة نفس الكلام هنا بص البداية التمريرات يعني لو عدناهم بتفوق طبعا بتوصل 16-17 أو أكتر من تمرير شورت باص يعني لو نكمل سريعا حتلاقي دي طبعا اللي ترجمة هدف بعد كده كانت من بلد أب بشكل سليم جدا عدد تمريرات كبيرة جدا في الفرصة دي في ديئة 33 يعني لو نمشيها بسرعة عشان الوقت حتلاقي نفسنا العيبة يعني انا عافل احنا رجعنا ورا شوية بس يعني ايون نكمل شوف كابتن عدد الدقة والتمريرات يعني مستوى عالي جدا نهاردة يعني ده الهدف طبعا شوف احنا عدينا تم تمريرها ليه حتى الهدف اخر حاجة من يعني ده طبعا الهدف لحسين الشحات تعادل تمريرات كبيرة جدا اخر حاجة في ديئة 62 كان فيه في ديئة دي بس 3 فرص محققة للنادلال صح في ديئة واحدة يعني احنا حممكن يعني لو نستعرضها ديكات اول واحدة فيهم لحسين الشحات وضعت فيه فرصة كمان في نفس الدقيقة او فرصتين 2 و 4 و 4 يعني في ديئة واحدة فيه فرصتين او ديال او نص ديال لا بلا يعني نتبر 3 فرص وورا بعض محققين 100% لنادل الاهلي كان ممكن يترجموا الاهداف حبينا بس يعني نوري للساد المشاهدين مع حضراتكم برضو ان التمريرات النهاردة كانت كتيرة ليه ودقتها كانت بالشكل دوت حتى الفرص ده كده بشكل عام عن المباراة عن اهم القطاط اللي حصلت فيها واهم الارقام يا كابتن ايمان وكباتن مرة اخرى يعني مليون مبروك ودايما كده نبارك لبعض دايما في انجزات جديدة للنادل الاهلي الف مولوك يا محمد وشكرا شكرا